طبعاً كردستان عبر التاريخ نموذج رائع للتعايش السلمي بين القوميات والمذاهب والأديان وهذا معلوم تاريخياً وأثبتناه باستمرار والدليل أن كردستان استقبلت جميع القوميات والمذاهب والأديان من غير تمييز لأننا نعتقد أن الإنسانية هي فوق كل شيء ولا قيمة للحياة إن لم تكن فلسفتها قائمة على حرية الإنسان وكرامته وما حصل بتاريخ 14-2-2018 في أربيل مشاجرة بين مجموعة من الشباب مؤسف جداً وغير مقبول ونرفض أيضاً تسييسها وسنقف ضد كل من يهدد سمعة كردستان الحضارية الرائعة من التعايش السلمي فكردستان وطن لمن لا وطن له ونرحب أو ترحب بأي زائر وخاصة إخواناً من المحافظات الغربية وجنوب العراق وأي بقعة من العراق ولقد قام السيد محافظ أربيل السيد نوزاد هادئ بإحتواء هذه المشكلة والقبض على الذين تسبوا بهذه المشكلة والها الحادث المؤسفة وستبقى كردستان نموذجاً رائعاً للتعايش السلمي بين جميع مكوناتها وأديانها وقومياتها ومذاهبها ولن نسمح لأي جهة أن تهدد السلم المجتمعي في كردستان وتفرق بين مكونات الشعب العراقي فلذلك من زاخو إلى خانقين إلى البصرة إلى أي بقعة من بقاع كردستان والعراق نحن شعب واحد فالذي يحافظ على وحدة البلد لا بد أن يحافظ على مكونات الشعب العراقي وشكراً